المشهد باشتفم وتعرف باي انتي بوزيدي عندك برنامي سياسي اسمه اسمع وشوف في قناة الجنوبية هكا ولا؟ بالتبيع باي ما تنجمش تكون وراك زادا انتي كرتلات وراك ناس اخرى انا ورايا شكون شكون لي وراك ورايا توينسا ورايا ناس تحب البلاد هذية ونخدموا مبعضنا عنا سنوات متفاهمين انو الوبجيكتيف هو وطن مش لا كرتلات ولا شركات عليهم برامل سياسية الاخرى سمحني ولاقهم مش لتونس ولاقهم مش للوطن علي بلاتو مريم بالقاضي بلاتو بلاتو عوات في الدوح في بلاصة الملك البكاري في قناة التاسعة اقبل في الحوار برامل سياسية الوطنية شو هدفهم ولاقهم علي نسأل في انا نعرف الراني نعرف اما الهنا يجبني يقوم بيش ما عليش تتبهلل عليك نتبهلل عليك خلينا نحكي ويزول تعرف عليش نتبهلل عليك انا اه تعرفش عليك بس نتكلمين بيش تتكلم انتي وتوضح لناس خطريني انا يا علي انا نعرفك انت نعرفك وعبد الرزاق اي ولي كيب مليان صغير يعني ملي كنا في اضواء ملي كنا في اضواء ملي كنا في اضواء ملي كنا ناخو في زوزو فرانك باي جمعات مونزيلي كان ضعيف اي ضعيف وصغير وندبر في راسي نحكي وعلى 30 سنة تادي اي شوف اي جعشخويا اليوم في بلادنا ومش منطو من عهد بن علي كل جريدة وراها شكون كل تلفزة وراها شكون كل برنامج وراها شكون من مصلحة من هذا فما منفع تبيخة متاع اي برنامج سياسي في تونس تتخدم في النزل وفي المطاعم الفاخرة وتحضر المشروبات الروحية والحكايات والفلوس والدعم والدنيا وكل وليحاجتهم يدجدجو يدجدجو ما يباينة هي ما يباينة نسى اللي كانت يا علي يا ولدي نسى الفيض يا علي ما تدخلينيش ما نحبش بكون شايلة يا علي يا علي انتي تعرف الفرينة من العدالة في تونس وهما يحكموا في المشهد العالمي في بلادنا تعرف انتي رجال العمل اللي هما سيطرين انت ما تسميهمش بوزيتي في الثمانيان وياكتا نمشيوش نافع ثوب المرهجي انتي علي يطبق علينا المرسومة 4-5 سنة مش مرسومة مش مرسومة المغالطة الكبيرة يحكيوا على المرسومة 54 وهما عنده مسلاح النووي أقوى من 54 أقوى من 54 أقوى من 54 يحركهم لكل كل منبعث البداية وين يوصلك الباب المرنجي هما معروف؟ يا علي انا اليوم نكلم فيك ربما ما نغدو في المرنجي لا ليه ليس للدرجة هناك ليه 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 لي كني ليه أهو كأن شبتلي أنا موضوع متع فساد، غدوة أنا ونمشي نبحث أقبال لا في بلين نهضة أقبالي شكيو بيك أماتوا مش كي بيك حد لا 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 مش أخذر لي أنا من الحبش نركب على الأحداث كيشكي بيها واحد مش أنا نمشي نجري ونبكي أنا عمري ما نبكي أنا مستعد ديما عملت عركة ود المرأة غالب ومغلوب أنت وراك شكون أبو الزيدي يعني قلت لك أنا شكون وراك حبة الناس حبة التوانس لا حدي يا اسمع البعض يسميها لغة مضروبة يقول لك لا لا أنت تعرف أنا وراي شكون لا أنا نعرف أنت تعرف أنا وراي شكون وراي الشعب وراي الزويلة اللي كيف يكيفهم اللي أنا خرج منهم يا علي أنا تعرف شكون يحبني يحبني واحدة له من غار الدماء عنده مشكلة نمشي له تمشي له لا نعرف هذا قال له أنا في قسرين نمشي له تذكر هابتك وتمشي له نمشي لبلايسي لكل أنا مشكلتي كيجيني واحد التونس ومعاته وعنده مشكلة كبيرة روح بيه لداري صحيح عادي 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 معتها ما ما نفهمش مشكلة يعني أنا ودي الشعب يعني أنا ودي الحافيانة منهم وكندفع رني ندفع على الزويلة اليوم في تونس الحربة والبلتويت اللي تحكي عليه ومنتي هي المصالح المتاع الكبارات عمورها ما كانت مصالح المتاع الشعب بي خنبدأ معاك الحوار شوي بعد نرجع الحوار العادي هل تخدمك مجموعة من الصور؟ شوف تصفيره اللي عايشوش برشة تهموك بالتجارة بحالتها والبعض يشكك في الإعانات أنك ساعدتها وموصلتش أنا هذا تعرضت له في عندي ما قلم شوف عايشوش أميما أنا أمي يا ربي أرحم أمي وعايشوشك عرفتها كانت أمي وما فيميش واحد يتجرب أمي ورا أنتي ما كذبتها في البلتون تاعك أي جبت ما كذبت أنتي في الحوار التونس جبت تجربت بيها؟ لا أما تهموني بالمتاجرة بيها؟ كلام 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 حتى الإعانات اللي قدمتهم في عندي ما نقول لك بطلت شوف أنا عمري ما قدمت إعانا مباشرة نقول لك أنتي نحب نعطي إعانا نزك في كرابتي ونمشي وما بعض يعني نتحدث هاو أنتي عندك الي نهار أبعث لي موندا واللي أعطاني حكاية مباشرة عام بش نوصلها يتفضل ولا واضح يتفضل واضح ما فمش ونعطيك حكاية أخرى عليه وخليني يكون واضح اي الوحيد الإعانات تمر عبر السلطة عبر الدولة هناك نجيب بش نز حاجة ماذا تعمل؟ نعمل كوردناسيون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومع المعتمدين ومع المسؤولين في الجهة ونقول له مرة وعندي جروب ونعطي اسمهم ونعطي دنيتهم ونمشي ومعزين مكرمين وواضح بي عندي تصويرة أخرى شوفها معاين الشيخ رجل غنوشي عيدة تكنوا للرجل في بعض الأحيان يبدو والرجل في ضيق في السجن وعيدة أكليه يبدو مبالغ فيه علش؟ مبالغ فيه هل نعطي في رجل غنوشي؟ ميسالش خليني نخدم خدمتي؟ وتلك الأيام كما شاهدت هادول يدولوها بين الناس ايش نوعين؟ ذي كلام ربي سبحانه وتعالى ايش حبتك؟ اه؟ في سورة آلي عمران اه؟ يا علي يسقى من؟ ما سقى؟ ما سقى؟ اسمعني ربي سبحانه وتعالى قلت لك لم يتحدث على عوام تحدث على أيام رو تزعوا اليوم تحسدوا غدوا علش تقول فيه الكلام هاد؟ نقوله نفس الكلام وقت اللي بن عليها رب من تونس هم؟ وهو جيل تونس تتذكرها كالحفلة وكالشيقة وكالقهقهات اللي عملها اي؟ ها؟ هاي رجعت هي بي ده رجعت عليها والرسالة ليست لرجل غنوشي لا لكل مسؤول ظالم لكل من يخون الأمانة وهو على الكرسي رأوا طلع البدر وعلينا هاو طلع بدر هاو طلع عكحل هاو طلع عشرة سين خراب اشنوه؟ وهوما للناس اللي مادت في الحبوسات قال ليه ما قلتوا له همش وقتها خاف وبجاه ربي عليش توا يحكيهو هو في الحبس ولا هو يأكل في البيرد في الحبس ولا بيت على القاعة ولا عنده طولات عربي عليش ما حكيهوش على عامة الشعب اللي فيهم عشرات الاليف في السجون يخي على رأس وريشا شوف القانون فوق الجميع الإنسان غلط في الدولة هذية غلط يخلص وليغلط في الدنيا وما خلصش مش خلص عن دربو شكرا لكم